بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حضوري الكريم اسمح لي يا فنم استعرض أمام حضراتكم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة سأحاول أن أشرح سأحاول أن أشرح الرؤية العامة وراء هذا المشروع والأهداف المرجوة منه سنستعرض الواضع الحالي ثم نموذج للمنظومة تشغيلي يوضح ما ستوفر هذه المنظومة من أهداف وفوائد بإذن الله للمواطن الرؤية الأساسية فنم لهذا المشروع هو أن يوفر إدارة متكملة ومتزملة للأزمات لدينا أكثر من جهة لدينا النجدة والحماية المدنية التابعة طبعا للوزارة الداخلية لدينا الإسعاف ووزارة الصحة ثم لدينا الطوارئ المتخصصة تابعة لوزارات الكهرباء والبترول والنقل بأطيافه الهدف هو أن نكون منظومة متكاملة متناسقة قدرة على أن تناغم بين كل هذه الجهات لدى حدوث أزمة أو طارق لا قدر الله النهارده الوضع الحالي أنه إذا حدث أي طارق لا قدر الله لأحدى المواطنين أو لمجموعة من المواطنين يتعين على المواطنين أن يتصلوا بالجهات المختلفة المسؤولة عن تحريك موارد بشرية ومعدات لمكان الحادث للتعامل معه ودرق أخطاره ونجدة المواطنين طبعاً ده بيشكل عبء على هذه الأجهزة لأنه المواطن بيتصل بأكثر من جهة ليبلغ على نفس الحادث ويكون على الجهات أن تتأكد أن نفس الحادث حجم الحادث لتحريك المعدات اللازمة والموارد البشرية اللازمة للتعامل مع الحادث أيضاً زمن الاتصال ليس فقط للإبلاغ عن الحادث ولكن يتعين على الجهة متلقية البلاغ أن تسأل عن نوع الحادث طبيعة حدوثه مكان طبعاً حدوثه بدقة لكي تستطيع أن تحشد الموارد البشرية والمعدات اللازمة للتعامل معه هذا الزمن طوله يؤثر على سرعة استجابة الجهات لتحريك الموارد البشرية والمعدات اللازمة النظام الجديد الحقيقة بيتيح إمكانيات مختلفة المنظومة يا فندم تتكون من أكثر من عنصر لدينا شبكة اتصالات مغلقة مكونة من مجموعة أبراج لاسلكية ثم نهايات طرفية متنوعة المقصود هنا يا فندم بالنهايات الطرفية ليس فقط شاشات ولكن شاشات وأجهزة لنقل الحدث بشكل رقمي لحظي صوت وصورة إلى غرف التحكم المركزي ثم العنصر الثالث في منتهى الأهمية في هذه المنظومة هي غرف التحكم المركزية المسؤولة عن هذه الإدارة المتكملة والمتزمنة للأزمة إذا ما وقعت لا قدر الله العنصر الثاني هو الربط البيني المؤمن بين كل عناصر هذه المنظومة ثم مجموعة من التطبيقات لتبادل البيانات بين عناصر المنظومة لرفع كفاءة وقدرة الجهات على النجدة والإغافة إذا ما حدث طارق لقدر الله ثم تحليل البيانات والمؤشرات لضبط الأداء وتطويره بشكل مستمر يعني يمكن أفضل طريقة لشرح هذه المنظومة وما تتيحه من فوائد هو بنموذج تشغيلي يعني سأحاول أن أشرحه لحضراتكم يعني حتصور لو لقدر الله نشب حريق في أحد المباني إن شاء الله عند اكتمال المنظومة سيكون هناك بلاغ مركزي لجهة واحدة فطول البلاغ الذي حاولت أن أشرحه سيتحقق تقصيره لأن المواطن سيبلغ جهة واحدة فقط مركزية بطبيعة الحادث أي أن كان نوعه وأي أن كان موقعه النقطة الثانية هي تحديد مكان المتصل أليا ولحظيا حياة الموضوع هذا في منتهى الأهمية لأنه النهاردة حين يعني يبلغ مواطن على حادث يتعاين عليه طبعا أنه هو يحدد مكان هذا الحدث هذا الأمر ليس دائما سهل لأنه في بعض الأحيان منطقة كثيفة السكان متداخلة الشوارع يصعب تحديد المكان بدقة أو إذا حدث حادث سيارة لا قدر الله على طريق سريع بعد أحيان المواطن أو سواء المصاب أو المبلغ ما عندهش فكرة بالضبط عن الكيلومتر اللي حصل فيه الحادث ده بيؤثر على قدرة الأجهزة على تحريك أقرب معدات وأقرب أفراد إلى مكان الحادث لأنه مكان الحادث لايس معروفا بدقة في المنظومة الجديدة إن شاء الله مع اكتمالها لحظة نرجع في المنظومة الجديدة مع اكتمالها المنظومة بتحدد آليا مكان الحادث لغرفة مركزية مسؤولة عن إدارة هذا الحادث هذه الغرفة مزودة بقواعد بيانات جغرافية موقع عليها كل المعدات والموارد البشرية المسؤولة عن التعامل مع الحوادث أيا كان نوعها تستطيع أن تحدد الأقرب زي ما حضراتكم شايفين كل معدة أقدر أعرف زمن وصولها لمكان الحادث بدقة تبدأ الغرفة المركزية بإصدار توجيهات للموارد المختلفة والمعدات المختلفة للتوجه لمكان الحادث أيضا المنظومة تتيح تحكم لحظي في كل المعدات أثناء سرها وتوجهها إلى مكان الحادث فإذا ما افترضنا مثلا أنه سيارة إصعاف أو أي معدة تعطلت لوجود عطل أو عائق في الطريق مؤقت يستطيع القائم في غرفة السيطرة المركزية أن يحرك معدة من طريق آخر إلى مكان الحادث كل هذا لضمان رافع كفاءة الإغاثة وزيادة فعالية المعدات والقوات التي تتعامل مع الحادث على الأرض أول ما المعدات وصلت إلى مكان الحادث يبدأ تصوير الحادث لحظيا ونقله إلى غرفة التحكم المركزي هذه الغرفة بالتالي قادرة على أن ترى بشكل دقيق ولحظي ما يحدث على الأرض فقدرة على أن تحشد معدات إضافية إذا ما رأت ذلك قادرة على أن توجه القوات والأفراد الموجودين على الأرض الذين يحاولون درء خطر الحادث بشكل فعال ومركزي من غرفة السيطرة المركزية أيضا إذا لقدر الله الحادث أدى إلى إصابة مواطنين سيرات الإسعاف مربوطة أيضا بالغرفة المركزية وبالتالي كل ما يجرى للمصاب من إجراءات إسعاف أولية أو قياسات وظائفه الحيوية أثناء نجدته من مكان الحادث ينقل إلى الغرف التحكم المركزية غرف التحكم المركزية حسب طبيعة الحادث حسب طبيعة الإصابة حسب نتائج الاختبارات التي تجرى على المصابين تحدد أقرب مستشفى يمكن أن يستقبل المصابين وفقا لطاقة الاستعادية وفقا للمعدات الموجودة فيه وقدرتها على الإغاثة والتعاون مع نوع الإصابة أثناء توجه سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التي انتخيت وفقا لطبيعة الإصابة وموارد المستشفى وإمكانياتها تنقل كل الإجراءات الطبية والاختبارات الأولية التي تجرى على المصاب في سيارة الإسعاف ومن ثم يمكن للمستشفى حجد المعدات والأطقب الطبية والاستعادات الكامل لإغاثة المصابين فورا وصلهم إلى المستشفى لتقليل زمن طبعا المأخوذ في نقل المصاب والبدء في إصعافه ومجدته الحقيقة المنظومة بالفعل تتيح واذبة نوعية لدى اكتمالها في قدرة كل الجهات المغيثة على التحرك بشكل أكثر فعالية وسرعة لإغاثة المواطنين أيضا مع استخدام المنظومة تبدأ في تكوين قاعدة بيانات بالذكاء الصناعي تحلل هذه البيانات ويستخرج منها مؤشرات أداء هذه المؤشرات في منتهى الأهمية لأنها تساعد القائمين على المنظومة في تطوير الأداء في وضع خطط استباقية ووقائية لمنع حدوث حوادث من نفس النوع بتحريك وتمركز المعدات بإجراء تغيير في أي مرفق من المرافق التي قد تؤدي إلى نمط متكرر من الحادث أيضا البلاغات تستقبل بعدة لغات لكي تخدم المنظومة غير المتحدثين باللغة العربية كذلك المنظومة مؤمنة بشكل كامل للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات المتعلقة بالمواطنين الذين يتعملون مع هذه المنظومة ويتلقون منها الخدمة هذا العمل هو نتاج لجهد فريق متكامل عمل لفترة طويلة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس الوزراء اسمح لي أن أشكر كل الجهات التي شاركت في هذا العمل إدارة الإشارة بقوات المسالحة المصرية ووزارات الداخلية والنقل والصحة والبترول والكهرباء والتنمية المحلية شكرا أيضا موصول لزملائي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذين شاركوا في هذا المشروع شكرا أيضا فنم وأعتذر عن الإطلاق